وإحنا بقى بنتكلم على مسألة الأصل في الدين هو أخلقنا في حد من إخواننا هنا بيسأل بيقول موقف الدين إيه من التطور التكنولوجي أولا إذا ذكر الإسلام ذكر العلم وإذا ذكر العلم ذكر الإسلام ليس تعصبا لأن أول آية في كتاب الله تعالى تدعو إلى العلم وتحض عليه الله لم يقل صلي باسم ربك ولا صم ولا زك ولا حد في أول ما أنزل ولكن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هنا نقول العلم النافع الإسلام يوجب العلم أضار الإسلام يحرمه فالتقنيات التكنولوجيا كل هذه الأشياء ضع على هذا الميزان إذا كان فيه ما ينفع قال صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن هو أحق بها أن وجدها أما إذا كان هناك اختراعات معينة عتضر الإنسان زي القنبلة النووية زي الفيروسات الحرب البيولوجية هذا أمر محر بس كل ما فيه ضرر للبشرية محر ومجرم لأن ربنا قال في قرآنه الكريم ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها كل ما فيه نافع للبشرية بأخلاقيات البحث العلمي هو الإسلام وأيضا لا نغمة حق الشرائع الأخرى وأيضا هي المسيحية وهي اليهودية يعني لأنه كل الشرائع بتشترك في هذا المشترك إسعاد الإنسان في حدود ما ينفع ولا يضر